سلم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي ميدالية جائزة النيل للمبدعين العربة والتي أعلن عنها مايو الماضي عقب تصويت المجلس الأعلى للثقافة وهي تعد أرفع وأهم الجوائز التقافية المصرية يأتي ذلك ضمن زيارته رسمية لإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد وزير الثقافة أن منح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الجائزة هو تكريم مستحق لشخصية أثرت بشكل إيجابي كبير الثقافة العربية ويعكس التقدير الكبير لإسهماته القيمة في هذا المجال مشيرا لأنه يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية